اشتركوا في القناة اليوم معروفة فيه سيدة أراكس بس كمان التدريب الصوت اللي كمان معروفة فيه اليوم رح نحكي عنه بتفصيل ولكن شو أخذك على الغناء الأوبيرالي من الأصل؟ أكيد من طفولتي هيدا الشيء عندي ابتداء من المدرسة بعدين بالعائلة يعني بالأجواء العائلة نحن عائلة منحب الفن ومنقدر الفن وبي الله يرحمه كان صوته حلو ومامو العائلة كلها فانه يعني تربيت بهالأجواء بعد البكالوريا فكرت أول شغلة يمكن بدي روح أدرس فيه هو الكونسرفاتور وسفرت على أرمينيا درست تقريبا تسع سنين ليش أرمينيا؟ أرمينيا اليوم بمناسبة عيد الأرمن قبلنا نحكي عن أرمين تعرفي أرمينيا من البلاد اللي كتير بمستوى الموسيقى عندها مستوى كتير عالي فعادة المغنين الأرمن بدول أوروبا دايما ينالوا على جوائز عالمية فأرمينيا بالذات مستوىها الفن بالغناء الأوبيرالي لابد فمستوىها كتير عالي فأنا كتير فخورة أنه درست بأرمينيا وان بلوس كمان درست عن بروفسورة كتير مشهورة عند مدرسة بأيام اتحاد سوفيتي بتعرفي أنا لأني أيام اتحاد سوفيتي درست فبالتالي أنه بروفسورتي اسمها داتا فيك سازان داريان دايما بحكي عنها دايما بالانتبيوات قبل ما أعرف حالي بعرفها لأني بسبب أخذت هذه المدرسة اللي أنا بفتخر فيها واليوم إذا وصلت على هالمرحلة بالغناء وبالتدريس فهيدا كله الفضل لألا لبروفسورتي أهمية كتير كبيرة لشخصتي اللي بيكون عم يعطي هالتدريب صوت أو كتير معروف بكل الاتحاد السوفيتي يعني كنت فأنه أكيد هيدا كان شانس لألي بحياتي يعني أنا عادة يعني إذا بدي أقول محظوظة بالحياة مرة مرتين هي أول مرة هي وجودي عند هيدا الاستاذ كشخصية ولا كأكاديميا أو كنبريب كشخصية أكيد كشخصية أكيد يعني شخصية الاستاذ كتير بتأثر على الشخص وعلى حياته أنا كاستاذة صوت كبروفيسور يعني هي أنا وقت اللي كنت طالبة بأرمينيا هي عادة كانت بتروح رئيسة لجنة بكل دول العالم بأوروبا كرئيسة لجنة يعني لجنة تحكيم بالكونكوراتس العالمية اللي بيصير فهي كانت دايما بتكون بتكون رئيسة اللجنة فأكيد بتبهى بمدرستة لأن مدرستة هي اللي بتعمل من مغني وهو ما عنده شيء يعني هلأ عادة بيجوا بالطلاب بيسألوني البدو يجي يتدرب عندي بيسألني أنه ضروري يكون عندي صوت بقول لا ضروري يكون عندك إذن موسيقي فقط لأن هذه المدرسة هي اللي بتطالع صوت يعني أي شخص يعني قدر أنه يكون عم بيغني غني أوبيرالي إذا كان هو عنده النية وكان عنده المثيبرة الموجودة إذا عنده إذن موسيقي هلأ الإذن موسيقي هاي دي شغلة يعني أنا ما فيني أعطيها هي بتجي إني يعني بتجي من الولادة يعني الواحد بيطلع من بطن أمه بيطلع له إذن موسيقي يا ما بيطلع عرفت فإنه إذا عنده إذن موسيقي جسده بده يكون قوي كتير لأنه نحن منتكل على الجسد ما منتكل على الحبل الصوتي عرفت فإنه نحن هيدا اللي أنا دايما يعني وقت بيسألوني شو بتعطي نصيحة للشباب اللي عم بيطلعوا اليوم خلص ما عد فيه الوقت اللي كل واحد بياخد المايكروفون بيطلع على المسرح بيغني لا هلأ صار شيء اسمه أكاديمي صار شيء اسمه مدرسة بدون المدرسة ما فيك يتغني وإذا ما غنيتي بالمدرسة فيه سيئات يعني فيه كومبليكاسيونات تجي بعد طريقة الغلط الغناء طريقة الغلط فيه له سيئات مضاعفة تجي على شو على الصوت على الحبل أول شيء على الحبل الصوتي يعني هلأ نحن مش داكاترة إذن النفحنجرة بس لأني أنا عاملي يعني القسم الغناء الأوبيرالي أول ما مفهوط على الكونسيرفاتوار بيعرفونا مثل أنا تومي بيعرفونا نتعرف على الحبل الصوتي على كل الأعضاء الموجودة كل شخص قادر يتحكم بأوتاره الصوتية قادر يتعلم يتحكم فيها وكل شخص مثل التاني يعني بيقدر يتحكم بأوتاره الصوتية أو كل شخص مختلف عن التاني هلأ كل واحد له نفس الحبل الصوتي هلأ نحن عم نحكي عن إذن المسيئة مجرد ما بيصير عندك إذن المسيئة أوكي فبيطلع من جسدك الصوت فمعناتك كل واحد بيختلف عن حسب التامر لأني ما بيطلع نفس التامر كل واحد بيطلع نبرته شيء عرفتي بس أنه طريقة المتود هو نفسه على حسب كل واحد شو النبرة اللي رح يطلع منها عرفتي وأدي الواحد بده وقت لحتى لي فعلا يصير قادر نوعا ما يتحكم بهالوطر هلأ الواحد ضروري كتير لأن عادة كل واحد بيجي بيفكر أنه من يوم وليلة وانتو بده يصير عنده صوت لا مش هيك يعني مثلا أنا درست تسع سنين في عندك في عندك مجال مثل أي اختصاص بتبلشي ماجستير بتعملي دكتوراه وكذا المدة كتير ضرورية كل واحد بيسأل أنه أنا قدي بدي لا يطلع يعني أنه يصير صوتي خرج أنه واحد يغني لا هيدا بياخد سنين ما في شي اسمه سنة لا سنة سنة بيكفيك بس لتتعلم تركيبة النفس تركيبة النفس لأنه هو متود جديد بدك طبقي بجسدك وهيدا تكرار هو اللي بده يأسس فيك المدرسي الزهنو التيوري قسم بس هو التدريب هو القسم الأكبر من كل هذا الشغل وهو العضل يلي هو الوتر الصوتي مدام أريكس أريكس موجودة معنا اليوم مغنية أوبرا بال91 مداي دار بكوريا على الغناء الأوبرا اللي رح تخبرنا عنا أكتر أهلا وسهلا فيك مرة جديدة يعني أنك تكوني عم تحصري على الميدالية الذهبية بكوريا بين عدد كبير من البلدين على الغناء الأوبرا اللي أول شي شو وصلك على هالمنافسة وكيف لأخذت هالجيزة بعد ما تخرجت من سنة 1983 رجعت على السورية بعد حفلات عطيت حفلات بعد حفلات بعد حفلات عرض علي من النقابة النقابة الفنانين نعرض علي كمغنية أوبرا اشترك بهذا الكونكور اللي بيصير كل سنة بمناسبة عيد ميلاد كيم ألسان بوقتي كان هلأ اتوفى طلعا حفيده يمكن فوقت اشتركت اشتركت وتفجأت حياة بكوريا تفجأت أنه بلد جدا بالفن عراقي جدا ومستوع عالي كتير فبهيدا الكونكور تقريبا اشتركوا من كل دول العالم من الوطن العربي كل الوطن العربي كلهم كمان كل البلاد كانوا مشتركين فمن الوطن العربي أنا أخدت الميديدور وقت أكيد يعني بعد التخرج طبعي أول مناسبة فرحتني هلأ قبل شوية كنت عابقلك أول شغلة بحس حالي محزوزة فيها هي وجود هالإنسان اللي بروفسورتي بحياتي التاني شي هو الميديدور يعني أكيد شغلة مش قليلة بكل أوروبا مشتركة من إيطاليا من إسبانيا أوروبا شرقية غربية إلى آخر فإنه ثلاثة أخدوا ميديدور منهم واحدة أنا طبعا هذا الشيء أكيد فخر لقالك وفخر لقالنا كمان خينا نشوفك عم بت تغني بلبنان باليمكن 2007 2008 خينا نشوف موسيقى 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 كشير مصور جار تشطى موسيقى 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 شو بتحسي لما بتسمع صوتيك؟ هذا السؤال بسألونيها كتير، ما بحب اسمع حالي صحيح؟ لأني بدور وين غلطت وين غلطت والزمن شو عمل فيه؟ لا قد رأيك تبيري على التحكم بالصوت، صوت كتير قوي وكتير حلو وأكيد حابين كمان نسمعك بك ونصيرات جاية بس بالنهاية اخيك خلينا نحكي شوي عن تدريب الصوت أكثر من الفنانين بيدربوا عندك يمكن أشخاص بيكونوا عم بيغنوا أوبرا يمكن أشخاص بيكونوا معم يغنوا حتى أوبرا ولكن عم بيدربوا صوتهم، خبرنا شوي يعني خليني أحكي على طلابي اللي اليوم وصلوا على العالمية هنين سوريين الأصل فوصلوا على العالمية كمان طلابي أخذوا ديميدايدور هلا استقريت هون بلبنان وأنا مبسوطة كتير عم بيشتغل مع شباب صوتهم كتير حلوة وبواجه لهم تحية من التلفزيون عندكم بمناسبة العيد كمان بعيدهم لكلهم مثل إليا فرانسيس بمبسط وحياة بتباهى أنه عم بيشتغل معهم هؤدي الشباب مثل ماكسيم الشيمي، مثل مارك رايدي، مثل سيزان شو بعرفني هلأ في عندي نخبة لأني بديك تقولي صليت تقريبا ثلاث سنين ونص عم بيشتغل مع المغنيين فأنه بلشت أعطي نتائج مع هؤدي المغنيين مثل إليا فرانسيس دجا هو مغني بس أنه دائما في شغل للصوت أكيد أكيد تعرفي كاتيا دائما في شغل للصوت والصوت يعني ما بدو سنة سنتين لا يبين بدو شي ثلاثة أربع مينموم تفضلي لتمديننا الولوفين مادام عراكس اللي كنعاد عليكي تفضلي ينعاد عليك وشكرا لو جودك معنا اليوم أبنشكر أكيد سوريوم صليبة على الزينة بي استوديو اللي تباركت اليوم وصار فينا كمان مبلش سنة تقصية جديدة إذا فينا نقول ونتابع نحنا وياكم بي ألايف متلك اليوم بكرة ثمانية ونص فكونوا على الموعد باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا